موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناة المقاول وموقع المقاول.com فهذا الفيديو رقم 18 من سلسلات الماركوتينج ستراتيجيك سنتعرفون على الماتخيس الدائل من بعد ما شفنا وتعرفنا في الدروس السابقة على الماتخيس بيسي جي بكل تفاصيلها أخذ منها فيها عدة تمارين متحية فهذا الجزء كذلك سنقوم بالشرح الماتخيس الدائل ثم نرى ما تعطينا كتوجيهات واقتراحات ثم نخدموا كوريجي أو إكزامان إن شاء الله ومن بعد نتعرفون على الأفضل وكذلك الماتخيس الدائل إذن كأول معلومة يجب أن نعرفها أن هذه الماتخيس الدائل فهي عبارة على لتطويرها أخذ غضي ليطل وهي مكتب وشركة لتقديم الاستشارة اللي تسات سنة 1886 واللي عرفت نجاح كبير بزاف وهي أول شركة في العالم اللي كتقدم الخدمة ديال الاستشارة ولما تخيس الدائل جاء الاسم ديالها من خلال الحروف الأولى ديال مؤسس هاد المكتب ديال الاستشارة وهو ليطور هاد لتطوير هاد لتطوير ديال الاستشارة دابان خاص نعرفو داور ديال الماتخيس الدائل للماتخيس الدائل ومن تطوير لتطوير الانتشارة ومن تطوير الالتطوير ومن تطوير الانتشارة من سبسان على ديال للماتخيس الدائل كتسمح لنا نعرفو الوضع ديال للماتخيس فيما يخص المنافسة وكذلك كتمكنا هاد لتي من الاناليز ديال الوضع ديال اللي كتركز على جج ديال المعايير المعايير الأول لاستشارة ديال الالتطوير ديال الاستشارة ديالسة ديالة الانماشت夷 ديالتطوير ديالة جزء ديالة واجد النشاط ديالا. و هاد المركز التنفسي او لا لابوسيشن كنكيرانسيل. كنحددو من خلال العديد من الكريتير واللي غادي نتعرفو عليهم. ملاحقا نشوفو شنو هما هاد الكريتير هادو. المعيار التاني هو لدقري دو ماتوريته دو صنكتفيته. ستا دير دان كالفاز لميتي دو لانتربيس سو بزيشن تيل. دماراج. كروسانس. ماتوريته. ديكلان. هنا كنحددو ديك الاكتفيته او لا داك الداس فاش من مرحلة فاش كيتواجد. واش دي ماراج او لا كروسانس او لا ماتوريته او لا ديكلان. ادان هادو هما جوج ديال المعيار اللي كنستعملو من اجل نقادو لاماتخيس الدئيل. اللي هما لابوسيشن كنكيرانسيل دو لانتربيس. والعنصر تاني هو لدقري دو ماتوريته ديال لاكتفيته. دابا ندزو ونشوفو لاماتخيس الدئيل كيفاش كيكون شكل ديالها. او لنا بي انا لدو كري دو ماتوريته دي لاتفيته اللي هيا دراجات او مرحلة نوج لخاصة بلاتفيته واش فلا مرحلة ديال انتلاق دي ماراج او لان فمرحلة نومو كواصنس او فمرحلة نوج ماتوريته او آخر مرحلة اللي هيا تراجوه لكنسميو ديكلان. ادان هاد لدو كري دو ماتوريته ديال دو ماتوريته او مواشير كيسمح لنا انقومو بقياس المخاطر ديال واحد السكتور معين وكذلك نقيسه من خلاله شحال هو رأس المال اللي غادي يخصنا وكالتعطابر لاماتخيس الدئيل في التصوور اللي التبنات عليه ان واحد الاكتيفيته كتمر من ربعه ديال المراحل بحالها بحال المراحل ديال البرودو وكنا شفناه في الدروس السابقة اللي هي ومن اجل نفهموه مزيان وتبقى هاد الفكرة نترسخة في الدهن غادي نشرح بهاد طريقة كيكون عندنا مبيان على هاد الشكل اللي خاص بالمراحل الاربع مناش كتدوز اي اكتيفيته واللي هي ديماغاج من بعدها كخوصانس ثم من بعد كل من الماتوريته والديكلان بمرور الوقت وقالوا لنا بانه الاكتيفيته في دروات الحياة ديالها كتكون بحال دورة الحياة الخاصة بالبرودو واللي عدنا بالخط الاحمر المتقطع واللي كيربط ما بين تغير الحجم في كل مرحلة من المراحل بربعه بمرور الوقت المرحلة الاولى المرحلة الاولى بالنسبة للاكتيفيته كتكون متميزة بانا لانتخريز كيكون عندها تخوف وما كينش ياقين قاطع وجازم اننا غدي ننجحه في قطاع جديد كليا يعني واحد القطاع اللي كيكون جديد من بعد ما كتمر الاكتيفيته من المرحلة ديال ديماغاج وكتوصل لمرحلة ديال الكواصانس هنا كتتميز بان الطلب كيبدأ يتزاد وكيرتافع بشكل تدريجي لون تخريز بحد ذاتها كتكون فهمات بشكل احسن حاجية الزبناء ديلها وشنو هي احسن وسائل التقنيات والتكنولوجي اللي غادي تستعمل من بعد هاد المرحلة كتوصل الاكتيفيته للماتيوريته واللي كتميز بالطلب كيولي مستقر ووصلنا الاقصى ما يمكن نوصلو له في ذاك المخشي وكيكون كذلك ارتفاع زيادة ديال المنتجات البديلة اللي كنسميوهم بلي بخودوي دي سوبستوتيسيون وكذلك يكونوا الناس عندهم دراية واسعة وقدرة يقارنوا ما بين اعداد كبير من البخودوي اللي كيستاجبوا نفس الحاجيات ومن بعد هاد المرحلة كتدخل الاكتيفيته للمرحلة ديال 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 ولي كتميز بانخفاض وتراجع المبيعات واختفاء الاكتيفيته ككل مع مرور الوقت ادن دابا فهمنا بشكل تقيق الشيق الاول من الماترس الدائل وهاد الامور كنفصل فيهم لانه هاد شي هو اللي غادي نحتاجو نكونو ضابطينو فاش نوصلو للمرحلة ديال الاناليز الشيق التاني اللي قلنا هو لابوسيسيون كونكيرنسيال هيا افو شدي Think quieran أ بوله بسبحه لا تكونو من الغزائ�� صور لي بس شخص لي بشكل ت Hirzo ليه الأشيد إخر تتيورا عن سيقصوتي طو هذا شهار side لي من قدر مثلها بأشجزوية تتريكي cloves sliderبي بشكل�도 لا يمنع ت Why stream ديال 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 ديال对 بضيار ديال 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 ديالد ه Ana تفعل ت شريح دراء شخص أو درين دبطين مش كره Illustحي لدي دراء إضان ليجى أ نتعرف على الضعقة تنافسية دύا لعط English المعينة على حسب العام للنقراء الأخرى. وها هذا المعارم هي المعارمات في المتحدة في المتحدة من المعارمات الطاعة العالية ، البرمجازات المعارمات في المعارمات للمتحدة الحصول على المتحدة areش والقباط المعارمات في المتحدة المعارمات إذن هاد المعايير أولا هاد الكريتير كلهم هما اللي من خلالهم كنحددوا لا بوزيسيون كونكيرانسيال ديالنا واش هي دوميناند أو لا فوخت أو لا فاظغابل أو لا فابل أو آخر درجة لي هي مغجينال من بعد كل هاد الشرح دابا خاص مشوفو تقديم ديال لا ماتخيس الدائل كيفاش داير أولا قلنا بأن لا ماتخيس الدائل كتركز على جوج ديال المعايير عندنا لابوسيسيون كونكيرانسيال وعدنا لدقره دماتوريته دو لانتخبريز واللي كتقسم لربع دي مغاج، كروسانس، ماتوريته، ديكلان الشيق التاني أو المحوار التاني كن ديال الاراتف كنمتلو فيه لابوسيسيون كونكيرانسيال دو لانتخبريز واللي هما خمسة ديال درجات إما كتكون عندنا دوميناند أو فوخت فاظغابل، فابل، مارجنال إذن، الماتخيس الدائل كنمتلوها من خلال المراحل الخاصة بكل من فاز دو ماتوريته معا، پوزيسيون كونكيرانسيال وفمحوار الأفاصيل كيكون خاص بل دقره دو ماتوريته دو لانكتيفيتي ومحوار الاراتف كنحددو فيه لابوسيسيون كونكيرانسيال دو لانتخبريز اللي قلنا كيتحدد من خلال دوك المعايير السابقة اللي ذكرت من قبل وكنشوفو لما كان التنفسي ديالنا واش مهيمين ولا قوية ولا ملائمة ولا ضعيفة أو هاميشية من البعض كنديرو التقاطع ما بين المحورين بجوج وهنا الماتخيس الدائل بدات كاتتتاضح وعرفنا كل عنصر فيها منين جبناء وهد المكتب ديال الاستشارة اللي طور هاد الماتخيس الدائل قسمها الربعة ديال الأجزاء كيفما كنا شفنا في الماتخيس بسجي اللي فيها ديالين كذلك بالنسبة للماتخيس الدائل الجزء او القسم الاول ديالها هو هذا واللي كنسميوه ديفلوبمون ناتوريل وغادي نتعرفو علاش تسمى ديفلوبمون ناتوريل وعلاش اخدا هاد الجزء من الماتخيس لانه كل ما فهمتولي ديطاي كل ما سهل عليكم تعقلوا عليها وكذلك تحليل ديالها الجزء الثاني هو هذا واخد لنا خمسة ديال الاجزاء واللي كيتم ديفلوبمون سيلكتيف والته هو غادي نعرفو علاش خدا هاد الاسم هذا وعلاش خدا داك الحييز وفاش كيكون عندنا واحد الطاس فهذا الجزء شنوه خاص يدار القسم اول جزء الثالث هو هذا صغير شوية وكيتم غيوريونتاسيون وهذا من الاسم دياله كيبين شنو خاص يدار يعني بالنسبة فاش كيكون عندنا واحد الطاس فهذا الجزء هذا واخر جزء هو اللي باللون الاحمر وكنسميوه ابوندون يعني لما تخيس الدائل كتقسم الربعة ديال الاجزاء وكل جزء حددته يكون خاص وكل جزء عنده لغاكمونداسيون دياله الخاصين وغادي نشوفوهم بالتفصيل لانه كل ما فهمنا كل جزء كل ما قدرنا من بعد ما كان مثلو لضاس في لاماتخيس الدائل شنو كل ضاس كيحتاج كتوجيه وستراتيجية وهنا زيدو نتابهوا معي مزيان ووركزو لانه هاد الامور اللي غادي نقول دابا هي 90% من ذاك الشي اللي كانحتاجوه في الاناليز ديال لاماتخيس الدائل لانه هاد لاماتخيس الدائل ما عندك ما تحسب فيها ماشي بحال لاماتخيس بسجي كانحسبو لاماتخيس الدائل اما بالنسبة لاماتخيس الدائل فهي بالنسبة لزيق زامان ديالكم النقاط كيكونوا مبنيين على الاناليز اللي غادي ندير لها وهاد شي اللي غادي نشوفو دابا اول عنصر هو فاش كنمشيو من المرحلة ديال الديماغاج لاتجاه ديال ديكلان هنا كيكون عدنا البزوان فنانسي كبير في الديماغاج وغادي وكيينقص هاد البزوان فنانسي كيفما موضح في الشكل وخاص نفهمو ونضبطو علاش ومنينجا هاد البزوان فنانسي تاكييكون كبير في الديماغاج لانهو الانترابريز فاش كاتبغي تدير واحد الاكتيفيتي كاستثمر فلوس اللي هي كتيرا فكل ما كيخاص البخودوي تطورو والابحات ديالو وتستثمر فلوس كتيرا في التكنولوجيا باش غادي تخدم وكذلك فلوس اللي هي كتيرا كتحتها من اجل توصل الاختراعات اللي هي جديدة اذا باش نطلعو واحد الاكتيفيتي جديدة او نخلقو سوق جديد ارا كيتطلب فلوس اللي هي كتيرا بزاف اللي هي هاد البزوان فنانسي بينما في المرحلة ديالكروسانس كينقص البزوان فنانسي شوية لانهو الانترابريز كتستثمر من اجل النمو والتطور وبزاف ديالو امور اللي كتطلب فلوس ما كيناش في هاد المرحلة ديالكروسانس كيف ما كان عدنا في الديماغاج اذا دا باب دينا كنفهمو علاش البزوان فنانسي غادي او كيقل في المرحلة ديال الماتوريتي كذلك البزوان فنانسي اقل من داكشي اللي كان علي في المرحلة ديال الكروسانس و الديماغاج لانهو الانترابريز كتكون وصلات للمرحلة اللي عارفة كيفاش كالتحكم فليكو وعندها خبرة في المجال وكذلك المبيعات وصلوا لأقصى حد اذا الانترابريز ما بقاش عندها بزاف فين تخسر فلوسها او بمفهم اخر فين تزيد تستطمر فلوس اكتر وفي المرحلة ديال ديكلان راها معروفة وصلات لمرحلة ديال الانترابريز تحيد او لا تخلص من ديال الكروسانس او لا داك الداس و اصلا هنا ما كيلاش نزيدو ونحطو فلوسنا في واحد الاكتيفيتي او لا واحد الداس اللي وصل للمرحلة ديال ديكلان اذا دبا فهمنا مزيان علاش تغير ديال البزوان فنانسي كيطرع لي هاد تغير في كل مرحلة بمعنى كيكون البزوان فنانسي كبير في المرحلة ديال ديال دي مغاج وغادي وكينقص كل ما كنتجه الاتجاه ديال ديكلان دبا نشوفو عنصر اخر مهم ولي هو غيسك سيكتوريال واتهو نفس الشي كبير في المرحلة ديال دي مغاج وغادي وكينقص علاش الغيسك سيكتوريال كبير في الدماغر من الطبيعي يكون الخطار كبير لان الانتريبخيز داخل الواحد المرحلة جديد بشكل كلي ولي بخودو ديالها ما عرفاش الناس واش غادي تقبلوهم ولا لا دانك الغيسك غادي يكون كبير نعطي مثال توضيحي مثلا انتريبخيز باختراعتها خرجات امبريمانت تروادي وهذا العلماء والناس اللي خدامين في الغيسك الشيكشي ديفلوبمون بيينو انها مزيانة وممكن تأمبريمي اشياء عادية ونربحو الوقت وممكن كذلك نصنعو بها اعضاء بشرية باذق التفاصيل وتساعد المرضى وممكن هاد الامبريمانت تروادي نبنيو بها ديور ضنك هاد المخشي هاد ديال امبريمانت تروادي عطيت عليه امثلة اللي هي متنوعة ومختلفة لكن كانتريبخيز ارا كيكون عندها غيس كبير في الاول واش الناس غادي يتقبلو يسكنو في ديور اللي هما مبنيين بالتكنولوجيا ديال امبريمانت تروادي لانهو الناس مولفين انهو دائما انطار كيكونو كيجيب معلميه وخدامه وكتا كيبنيها ضنك غادي يكون هاد الاشكال هادا وهاد التخاوف وكذلك التخاوف ديال واش تمان ديال اللي بخدوي واش ممكن اغطي كل الاموال اللي تم الاستثمار ديالها ووتحقق من خلال هاد البخدوي هادا ولا من خلال هاد الاختراع هادا مبيعات كبيرة وتستمر المدة اللي هي طويلة لانه شحال من مرة كيكون اختراع جديد لكن ما كينالش الاعجاب ديال الناس وكينين حالة اللي انتخبخيز من بعد ما كتلانسي واحد البخدوي ديالها كيبانو فيه عيوب اللي هي كاريتية ضنك كيكون داك التعاد وداك الاستثمار اللي كان من قبل كيف كان قولو نضربوه الصفر ضنك خلاصة فاش لانتخبخيز كتدخل واحد المخشي جديد كليا كتكون نسبة الخطورة كبيرة مقارنة الى دخلنا في المرحلة فاش كتكون الاكتيفيته وصلات في دورة الحياة لكروسانس او الماتوريتي لانهو الناس كيكونو عارفين داك البخدوي وتعرفو عليه او لا جربوه او لا شافوه عند الاصدقاء ديالهم اكستيغا الامر الثالث والمهم هو الانتخبخيز باش ما كتكون الانتخبخيز دومينونت او لا فورت راه الانتخبخيز كتكون كبيرة بزاف لانا الانتخبخيز هي المسيطرة او لا قوية مقارنتا مع المنافسي و باش مما الانتخبخيز كتكون لابوزيسيون كنكيغانسيال ديالها فاورابل او لا فابل طبعا staat قليلا لانهو عندها تحديات تنافسية كتيرة اذا دا بازنا تعرفنا الانتخبخيز فين كتكون كتيرة وفين كتقل العنصر الأخير هو ريسك كونكيرانسيال وهنا ما نبغيش تخلطون ما بين ريسك كونكيرانسيال وما بين ريسك سيكتوريال اللي هضرنا عليه قبيلة واللي متعلق بالاكتيفتي بحد داتا هنا الريسك سيكتوريال متعلق بالمنافسين كل ما كانت لابوزيشون كونكيرانسيال ديال الانترابريز ضعيفة مرجنال أو لا فابل باش مما الريسك كونكيرانسيال كيكون كبير وباش مما الانترابريز كتكون عندها لابوزيشون كونكيرانسيال دومينونت أو لا فقط كيكون هاد الريسك كونكيرانسيال صغير حيث هي في هاد الحالة هي اللي كتكون عندها القوة الكبيرة في المنافسة وكتكون هي الليدر في داك المرشي دانك تل هنا مزيلا هاد ربعا ديال العناصر اللي هما بزوان فنانسيال ريسك سيكتوريال غونتابلتي ريسك كونكيرانسيال ره هما كلمات اللي هي ضرورية تبقى وذكروهم في الاناليز ديالكم من أجل تبين المصحح ديالك في زيك زامان ديالكم أنك فاهم هاد لما تخيص هاد الديل وضبطها مزيان وره لما تخيص الديل ولو أنها كبيرة لكن ره هكا تبقى بسيطة وإلى شك هاد شيء صعيب أعرف المشكل فقط أنك أول مرة غادي تشوف هاد العناصر هادو وعطيت أفكار لي هي كثيرة في هاد الفيديو هادا فقط أعود لفيديو جوج أو ثلاثة المرات وغادي يجيك هاد شيء ساهل بحال اللعب وبسيط وأخر فكرة غادي ندكرها واللي تساعدكم تعقلوا على الشكل أو التقسيم ديال لما تخيص الدائل خاصة الجزء الخاص بديولوبمون ناتيريل وهنا من خلال الاسم ديالو كيبان المعنى ديفلوبمون ناتيريل التطور طبيعي بمعنى الأمور غادية على طبيعتها وهنا كيكون عندنا جوج ديال الحالات الحالة الأولى كتكون بهذا الشكل هذا بمعنى ان الانتروريز هي اللي خلقات واحد الاكتيفتي جديدة كليا وكتكون هي المهيملة دومينانت مثلا بحل شركة جوجل خلقت اكتيفتي جديدة ديال موتور درشيخ وغادي تبقى هاد الاكتيفتي مع مرور الوقت كتدزمن دي مراج دزل الكروسانس الماتوريتي حاليا وكتبقى هي دومينانت او لا فورت بالنسبة للبوزيشن كونكيرانسي الشكل الثاني ممكن يكون بهات الطريقة الانتروريز بادي بالنسبة للبوزيشن كونكيرانسيال مارجينال او لا فابل او لا فاوغابل وغادي وكتطور كتطور مع تغيير مراحل الاكتيفتي بحل مثلا المنافسين ديال جوجل كيف ما قلت في المثال السابق كينبينغ كينياهو كينيانديكس وشركات اخرى كتير اذا الجزء اللي باللون الاخضر كنقولوا انه كيكون فيه تطور طبيعي بمعنى طبيعة الامور كتستدعي هكا وغادي نزيد الشرح في هذا الامر في الفيديو المقبل وكاخر ملاحظة في هذا الفيديو غادي تلقاوه في بعض الكتب او لا مع الاساتيدة ديالكم انه لما تخيص قد قسموها بهذا الشكل هذا بمعنى انه الجزء الخاص بديفلوبمون ناتيوغيل شدلينا من هنا بهذا اللون هادا اللي كيمتلينا بالاخضر دونك من دخلين شد الجزء هادا وهنايا عدنا ديفلوبمون سيلكتيف هنا كياخدوه من من هنا وكياموه تل هاد للغلسة هادي وعدنا الجزء الثاني أنه هم كيجمعوه هاد جوج ديال الاجزاء هاد اللون الاحمر وهذا كيجمعوه بجوج وكيولي ابوندون دونك هنا ما كينش واحد الفرق اللي هو كبير فقط هادا لما تخيص قديق الهادي اللي قدمت فهي فيها لديطاي اكتر لكن كيف ما قلترا ممكن انه غادي تلقانتا مع الاساتيد ديالكم ديرليكم فقط تلاتة ديال الاجزاء وكيف قلت أراه بججهم بهم صحاح وهذه هي أصلاً المتخيس اللي هي أساسية وفيها اللي ديطال أكتر دونك في الفيديو الماجي إن شاء الله نشوفوا كيفاش كنديروا لاناليز ديال المتخيس الدائل شنو هما الاقتراحات اللي كتعطينا بالنسبة لكل جزء اللي كيتواجد عندنا فيه واحد الداس معين ونخدموا إن شاء الله اكزيرسيس كوريجي ومن بعد نعرفوا الليميت اللي زابانطاج ديال هاد المتخيس الدائل وإلا كان عندكم أي سؤال أو لا استفسار فممكن أنكم تكتبوه لياه في الكومنتر تحت الفيديو فلاشين يوتيوب المقاول أو لسيت المقاول بوان كون شكراً لكم وكنتمنى لكم كل توفيق ونجاح وتفرحوا إن شاء الله بالنقاط ديالكم شكراً